السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأحباتي في الله ومتابعي قناة الكترو المصطفى. اذا اعجبكم الفيديو اتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكاسلكم الجديد. ولا تنسونا من دعائكم. يعني موضوعنا على هذا التلفزيون. فيزيون. يوجد فيها المشكل. يعني اول شيء نقوم بتوصيل تلفاز بالكارباء. يعني تشتغل لانباح مرا فقط. ولكن سوف نقوم باعطاء الوامر لتشتغل. ها هي. يعني تظهر البيانات ولكن اضاءة لا توجد. لا اظن تظهر لكم البيانات ام لا. مو بتظهر البيانات ولكن اضاءة لا توجد. سوف نقوم ان شاء الله باصلاح المشكل. يعني اول شيء اقوم بيه هو فتحة التلفزيون. سوف اعود بعد ان اقوم بفتحة التلفز لكي لا اطل في الفيديو. يعني الان تم فتحة التلفز. يعني بما ان لدينا المشكل في الاضاءة. اول شيء نقوم به هو قياس اه الفولت الخاص بالليدات. الان قمت بتوصيل التلفاز ولكن اه تشتغل على ستوند باي. اه سوف اقوم بقياس الفولت عندما يكون ستوند باي وقابل ستوند باي. على هذا الشكل هنا خروج الفولت. يعني توجد 18 فولت. ولكن الان تلفاز على ستوند باي سوف اقوم باقلاع التلفاز. الان سوف اقوم بقياس الفولت. هل سوف يرتفع ام لا. نعم الان توجد خمسين فولت. يعني الفولت الخاص بتغذية الليدات. يعني سالم. المشكلة لدينا في في الليدات. يعني توجد هناك يعني مستارات خاصة بالليدات. اه وتوجد ليدات محترقة. سوف نقوم ان شاء الله بفتح الشاشة. للاشارة يعني عندما تريد ان تفتح الشاشة يعني يجب الحذار لان يعني اي خطة سوف تقوم بكسر الشاشة. ولهذا يجب الحذار. سوف اقوم بفصل هذا. سوف اقوم بفصل كل شيء لكي لا يعني يعقني في يعني توجد هنا مأبراغي سوف نقوم بفتحها هنا وهنا وهنا. ويجب ان يعني ان ننتبه الى مثل هذه الجهات. ها هي يعني يوجد برغ هنا يعني مخي ها هو. يعني دائما يجب الانتباه الى مثل هذا اشياء. ها هو. لكي لا نقوم بكسر اي شيء. سوف اعود بعد يعني اه فتح البراغي. ولكي اريكم طريقة التي افتح بها الشاشة. واعود. الان تم نزع يعني معظم الغراغي. يعني كما قلت سابقا يجب دائما الحذار. لو تلاحظون هنا يعني يوجد برغي. متصل مع هاد البلاستيكا يعني عندما لا ترى هاد البرغي يعني سوف تقع في مشكل. هذا تركته لكي اريك. اريه اليكم. يجب نزعه. ويوجد برغي اخر في هنا. ها هو. تمنى انكم تلاحظون. يعني يجب ان لا نتسرع. لان اي خطأ يمكن ان تكسر الشاشة. وهذا ليس من صالح هنا. توجد براغي مثل هذه ايضا هيا. قربة التيكو. او البانيل. يعني الان وصلنا الى هذه المرحلة. على ما اظن هي الاصعب. ويجب الحذار. يعني يجب ان تستعمل شيء من البلاستيك مثل هذا. لان عندما تستعمل يعني ادت حده. يمكن ان ان تقوم بكسر الشاشة. ما يجب علينا ان ان نقوم به الان. وهو ان ننزعه الغطاء. لكي نقوم بسحب الشاشة. نقوم بادخاله قليلا. ونقوم بتمريره. ولكن ليس حتى نصل مكانه. يعني تتبيته. لان عندما نضع ادت حده. سوف نقوم باي غلط. سوف يعني سوف يوصلنا الى كسر الشاشة. اشتركوا في القناة. يعني تم فتحه. الآن تم فتح الشاشة بسلاسة. يعني ضروري الحذار. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة هذه الشاشة من الداخل وايضا يجب دائما الحدار يعني توجد هنا عادي خاصة بالبيانات يعني عندما يعني تقوم بقطع هذه سوف تجد المشكل في الصورة سوف اقوم ان شاء الله برفع الشاشة انا استعمل هذه لكي اقوم برفعها من مثلا في هذا الجانب على هذا الشكل ان شاء الله سوف اعود بعد رفع الشاشة ونكمل ان شاء الله الفيديو يعني الان تم تنزيع الشاشة وكل الاشارة يجب دائما ان تنتبيه يعني هنا يوجد لساق مع الشاشة ضروري ان تنزع وهنا ايضا في هذا المكان قمت بمزعه وفي الجهة اخرى هو هنا ايضا يعني ضروري الانتباه وايضا عند مثل البانيل او التكون هنا يعني توجد لساقة تحت البانيل يجب ان تقوم بنزعها وتقوم برفع الشاشة يعني بحدا سوف اقوم بنزع البلاستيك بفتحة البراغي التي توجد هنا ومن ثم اعود الان تم نزع البلاستيك هكذا سوف نقوم برفع الشاشة بالشكل يعني هاي اللدات واحد بشيش 3,4,5,6,7,8,9,10,11,11,12 يعني توجد 12 اللدات اشتركوا في القناة ها هو الحوض الخاص باللدات يعني سوف اقوم بتست لكل مستارة وارع ما هي المستارة التي يوجد فيها المشكل يعني الان سوف اقوم باعتسل المستارات على هذا الشكل كما تلاحظون هاد المستارة شغالة لا يوجد فيها المشكل سوف اقوم بالتست لها المستارة الاخرى على هذا الشكل يعني هاد المستارة يوجد فيها المشكل سوف اقوم بقياس هاد اللد هاد اللد شغال كما تلاحظون الآن سوف اقوم بقياس هاد اللدات يعني هاد اللد شغال سوف اضع سالب هنا مكان سالب واخوم بقياس على هاد الشكل هاد اللد شغال هاد هيش ايضا شغالة يعني هذا شغال هذا ايضا شغال هذا شغال ايضا يعني هاد اللدات الخمسة شغالة سوف يكون المشكلة ربما على ما اظن في هذا الاخير سوف اقوم بقياسه وحدي على هاد الشكل سوف اضع السالب هنا قمت بيعني قمت ب باذهار الموجب في هذا المكان على هاد الشكل هكذا هل سوف يشتغل ايضا املا يعني لا يشتغل هو الذي يوجد فيه المشكل سوف نقوم بقياس هادا من هاد المكان هذا يشتغل لكن هذا يوجد فيه المشكل يعني محترق سوف اقوم بتغيير هاد اللد ونرجع ان شاء الله يعني الان تم تغيير اللد يعني المحترق او او المكان وقمت ايضا بتغيير هذا ايضا يعني وجدت فيه مشكلة ايضا يعني قمت بتغيير جوجة اللدات الان سوف نقوم بتوصيل التلفاز بالكهرباء ونجرب بسم الله اهي اللمبة همرة شغالة هنا اعرف هل تضغر لكم املا هنا توجد لمبة يجب ان تكون زرقة سوف اضغط على هاد الشكل اهي اللدات الآن يعني شغالة يعني سوف اقوم بارجاع مقاومة على هذا الشكل الان مكاني على هذا الشكل يعني سوف اقوم بتجميعها وارجع ان شاء الله يعني الان تم يعني وضع الشاشة يعني جمع الشاشة على هذا الشكل سوف اقوم بتوصيلها بالكهرباء وضعط على زر تشغيل والحمد لله تم اصلاح المشكل هاي الآن شغالة هذا كل شيء اتمنى اني موفق في الشرح اذا اعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة وتبعيل الجرس لكاسلكم الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا